تحالفات اللحظات الأخيرة بين الكتل لم تكتمل حتى لحظة إعداد هذا التقرير رغم اتهاء المهلة التي حددتها المفوضية لتسجيلها لكن التسريبات تشير إلى أن العديد من الكتل تنتظر موقف رئيس الوزراء حيدر العباد النهائي من حزب الدعوة للدخول معه في تحالف واسع السيد العبادي أيضا حسم أمره وتلف معه المجلس العلال الإسلام العراقي وحزب الفضيلة وكتلة مستقلون والتجمع الذي يقوده الدكتور إبراهيم بحر العلوم والدكتور صالح العسناوي وبعض الأحزاب السنية الصغيرة لكن تبقى مشكلة أن القانون المفوضية لا يسمح للحزب الواحد أن يخوض الانتخابات بقائمتين منفردتين ضمن الدائرة الانتخابية الواحد التسريبات تختلف بين كتلة وأخرى ففي الوقت الذي أكد نواب من محافظة نينوى وبعض التيارات المدنية خلال اتصال هاتفي مع الحرة إنهم اتفقوا مع العبادي لتشكيل تحالف النصر المحقياديون في تيار الحكمة عن إعلان تحالف واسع خلال الساعات المقبلة نحن أمام لعله مفاجئة سياسية أيضا مهمة ستكون في الساعات القليلة القادمة شكلنا مجموعة تفاهمات سياسية تحضيرا للمرحلة القادمة وأستطيع أن أقول بضرس قاطع على أننا وشركان الذين تفاهمنا معهم على أننا العنصر الأقوى الذي سيشكل المشهد القادم في العملية السياسية واستبعد مراقبون تولي رئيس الوزراء حيدر العبادي رئاسة حزب الدعوة بدلا من المالك كحل للمشكلة واصفين تصريحات مكتبه الإعلامي بمثابة تحذير صريح لإعلان كتلة واسعة إذا أصر المالك على موقفه ولتلافي مخالفة تعليمات المفوضية ناطق بمكتب الإعلامي لسيد العبادي يقول هناك عزم لسيد العبادي بإعلان كتلة النصر الوطنية للعابرة الطائفية وبالتالي هو إشارة وبالوان اختبار للسيد المالكي بإن لم يتفق ستكون هناك كتلة عابرة ومشقة عن حزب الدعوة بالسيد العبادي واحدة لا يمكن أن تنزل قائمتيا في دائرة انتخابية واحدة لحزب واحد أو لإتلاف واحد فأنا باعتقادي السيد العبادي لعبها يمكن لعبة ذكية أنه سينسح في آخر يوم من اتلاف دولة القانون ويستقيل وينزل كمرشح مع كتلة أخرى قد تناسبه أكثر ولها حضوظ أكثر بالفوز ومن جانب آخر أشارت بعض التسريبات الإعلامية إلى اتفاق تم بين إياد علاوي وسليم الجبوري وصالح المطلق لتشكيل تحالف انتخابي أحمد عرام الحراء بغداد ترجمة نانسي قنقر